سلام عليكم ورجعنا لكم معا انطباعات بوكنو هيرو اكاديميا خلونا نبدأ أول شي قبل نبدأ في الانطباعات لازم تعرفون أن بث الانيمي مراعاة للتوقيت في رمضان وأن الويكند دائما عندكم تجمعات ودائما نحن يكون عندنا مناسبات فرح نغيرها من الويكند في رمضان سيكون بث الانيمي يوم الاربعة الساعة عشر بالليل عشر بالليل او عشر ونص وكونون اغلب المناطق على أقل خلصت صارة التاريح لكن انا لم اقتر ارتب على وقت جميع المناطق فوكون اغلب المناطق كل يوم الاربعة الساعة عشر او عشر ونص بالليل سيكون عندنا بث انيمي باذن الله على اليونا وبث لايف ننتظركم وحضر لكم فقوات جديدة بنسبة رمضان وقفنا في الحلقة اللي فاتت على التدخل بطريقة الرصاصة لمدوريا عشان ينقذ كيامي وباكوغو لكن في الحلقة يقول لك خلنا نوجعي شوي ورع راحوا للمخيم التدريب داخل المبنى كان المعلم فلاد موجود والطلاب يقولون لا خلنا نخرج واحد من اخوياننا في خطر لازم نخرج لمساعدته قال لا لا تنسونكم طلاب وجلسوا فقالوا للمعلم عايزة واللي هو رأس الممحاة سمح بالقتال ليش تمنعنا نطلع عن سهد اصحابنا والكل هاي يجتوتر متوترين خلاص اول شي حماسة البطولة مخذاتهم وشي ثاني خايفين على خويهم وشي ثلاث خاصوا استفزوا الكل قاعدين نشوف الكل اللي رايح فيها هو احنا موقعين نسوي شي فقالهم المعلم فلاد اول شي اهدوا ايزة لما سمح بالقتال كان منباب الدفاع عن النفس عشان ينقذ اكبر عدد من التلاميذ واكبر عدد من التلاميذ هاد انتم موجدين هنا خلاص ايش تدافع عن نفسك نجاتكم هي الاهم من ناحية المعلومات احنا اضعف منهم ما ندي كم واحدهم موجدين وشنو هدفهم عارفنا هدفهم باكوغو طيب واقع الاهداف شين هو وشي ثاني مهمتنا هي السيطرة على الوضع انياتكم تخرجون فقدنا السيطرة على الوضع وهم اللي يبونا نتشتت هذا اللي هم يبونا نتشتت الا فجأة اسمعوا صوت مع سماعة من الصوت من اللي يدخل عليهم دابي يا الله طبعا لانا رجعوا وارش شوي فانا ما اعدي دخول دابي هذا قبل ايجي ايزاوه على الباب ولا بعد ما جاء ايزاوه لانا قالك ارجع قبلها بلحظات هل هاده هو نسخة توايس ولا دابي نفسه وقتها ما تدري فدخل دابي عليهم على طول المعلم فلادم سكه وثبتها في الاجدار بتقنيته حق التحجير الدم يخرب بيتها تشوفو المواصلة مطلعها من كاتفة كذا ثبتها في الاجدار وطلع الدم حجره يخرب بيتها ترى فلاد هذا عاجبني كشكل كتصميم وقدرة تحجير الدم هذه غريبة صراحة يعني ما اذكر انه مرت علي قدرة تحجيره قدرة تسيطرة على الدم انك تسيطر في دم اللي قدامك وتتلاعب فيه بس انك تحجر دمك وتخليه يسيطر عليك انك تنقل دمك الشخص وممكن تتحكم فيه ما ادي شون طريقته هذا فلاد على الموم ثبت دابي وشانو هدفكم وبدأ دابي يستفزه 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 ويطلع النار لما بدأ دابي بيطلع النار وفعلا قدر يستفز فلاد دخل ايزاوا سنسيه ورد دابي بالارض والبطر قام بيطفيه يطفي النار برجلة كنا قاعد يطفي زقارة تشك 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 طفرت تطفية غريبة وقال لا هذا منها نسخة وانا قاتلتة بارا وما ستستفيدون منها حتى اي معلومات فلاد ضيعون رقكم مما يعني ان هذا دخل المخيم بعد ما قضى ايزاوا على نسخة دابي بارا وهذه من النسخة يمسويها توايس اللي هذا اللي كان ديدبول فلما قضى عليه ايزاوا وقال انا كان هدف اني اساعد الطلاب لكن كل اللي انتهيت فيه اني ساعة الطفل هذا جبته له هنا ولازم اطلع اتحرك الوضع سيء الحين فانا بطلع اتحرك انتوا لا تتحرك هنا هنرجع ننتقل بالاحداث قدام لما نزل ميدوريا في انقاذ باكوغو طبعا قبل النوح نتكلف النقطة الكلمة اللي قالها دابي قال ادارة اليو ايس السيئة ادارة الاكاديمية السيئة اللي ما كان موجود يعني مرتين نصات مشكلتها والطلاب اللي ما كان موجود فيها الهدف هو تشويه السمعة واحنا قدرنا عليه هذا اللي خلاها يستهز فلاد وهذا اللي يصير ترى لو تشوفون انا مغبون انا فهلا مع كلامه ادارة اليو ايس سيئة مو بسيئة ما عليش سمحوني حقير او ازبالة ثلاث مرات الفلين هاجموا ثلاث مرات طلابكم كانوا في خطر مع الابطال ومع ذلك مصررين اطلعونهم في مخيم تدريبي ما معاهم الا بطلين ولا هم اقوى اثنين عندكم يعني ايزا ووحش لك مو باقوى اثنين عندكم ويحتاجون اكثر ان شاء الله هبل انتم تقومون ادارة سيئة فعلا ادارة مع عايشة للسلم وهذا اللي نقشه في اشتنواع الادارة فهذا اللي استفز فلاد واستفزني انا وانا تابع فعلا ادارة سيئة ونجحها في تشويه سمعة الاكاديمية اللي عيشنا سيئة ونحن فرحانين ان شاء الاكاديمية المتوحشة لسه ما شفنا فيها شيء وكلما اشوف يدكون يدكون في الاكاديمية فعلا تشويه لانا اقوى ابطالها حتى ما يقدر يقاتل اكثر من خمس عشر دقائق اللي هو اول مايك واندوبر عايش المصالحة الخاصة فهذا المصيبة اللي احنا عايشينها العموم ميدوريا نزل لانقاذ باكوغو من مايستر او مايستر اللي هو الساحر اللي حول باكوغو وتوكيامي الى كرتين صغار نزل ميدوريا ثبتها في الارض لكنه قدر يضغط نفس حول نفس عشان يهرب من ميدوريا وكلم دابي قال انا اجبت الهدف اثناء محاولاتهم من العمساك فيه صاحبنا بذل العضاء دخل يده في جيب اليمين وسحب الكوار من فنيات الساحر انه يخلي عينك في جهة ويطبق حيلته في جهة اخرى وهذا اللي سواه مايستر خبع باكوغو وتوكيامي في السانة و القاعد عط يده ديمان في جيب يسوي حواقات عن جيب اليمين ويخفي غله يمين يعني طالعني هنا انا قاعد اتعط كل شيatif هنا لكن هو قاعد يتلعب فيك قاعد يشوه معلوماتك虽ên بينما هو Lo perfP مثل اي ساحر يعني يقول لك شاهете ص cleanup لانا ـ وحطيت العملة من هنا وأيطorterتها من هنا ف ولجلتها تلاعب لانouble Po before the lid وقاعد يكذابها كاروس ا message ليش؟ عشان يخليك تخرفن في جهة بينما هو قاعد يتلعب فيك في جهة اخرى هذا هو نظامهم وهذا اللي هم لعبين خفة وليس سحرة لعبين خفة يسمونهم او خداع بصري فهذا اللي سوى مايسر لما خبر كوتين فلسانه وهرم هنا خبير ارياما تدخل لك قبل يتدخل ارياما تدركي في مواجهة توايس وهنا المصيبة يعني توايس مبعرف بيدركي شنو قوته ولا مبعرف كيف يتعامل معاه وتكياما لسه في الكرة وصاحب العظام مصاب ترى ما قدر يسوي شيء وقاعد يواجهها اعتقد كان دابي وقتها ماي متأكد وميدوريا قاعدة تواجه منه تواجه البنت صاحبة الدم فراح ساعد ابو العظام بعدين وقاتلت موم النوع المفضل وخاق على ميدوريا وكيف افضل حل اني اخيق عليك اني ااخد دمك فيعني موجهة الانقاذ صعبة يعني نزلنوا مع ذلك ما نبقا ديني نسوي شيء هرب منه مايستر فلما طلع لهم رابعات اللي هو البوابة هنا زاد الطيم بلا يعني مايقدرون هوم مصابين واثنين من المهمين مأخذين وماري احد قاعد يقول من بيتدخل يلا بليز يدخل واحد منكم يعني ابي اتسرجع ثقتي فيكم ابي بطل منكم يتدخل ابي واحد غير عيزوة وفلاد يلا وروني شيء وقاعد والله احتطب احتطب حلقي نشف فقمه وناشف ما نبقادر وروني شيء وروني شيء ما تدخل احد يعني الكاتب فعلا اني ابغي يوريك ان اليو ايه فيها مشكلة ما حد تدخل انقاذهم شا المصيبة يعني تابي تقنعني ان ما كان عندكم اي وسيلة ارسال وتابي تقنعني ان ما كان عندكم اي بطل يقدر يطير ويوصل زي الفلاش ولا زي سوبرمان ولا زي اي انكان ولا زي حتى وان بانشمان سيتما اي واحد عنده قدرة للوصول بها السرعة يا اجل لو تستدعيني شخصية من عالم خيالي انت اكاديمية ابطال وكل واحد عنده قدرات خيالية كيف ما احد قدر يجي يساعد في هاللحظة طيب لاحد يجي يساعد حتى بعد ما انتهت المشكلة 15 دقيقة ما جو ولا بطل من الابطال كل اللي جات اسعاف واصعاف وصالت متأخه ومطافي يخبيتكم 15 دقيقة لما وصلت الاسعاف ومطافي يعني ها السرعة يخبيتك في انيمي بوضع عندكم مشكلة اسعاف ومطافي في وسط الانيمي عالم خيالي عندكم مشكلة اسعاف ومطافي انغبنت عليهم والله مصابين ومتقطعين واطفال وكانوا حطين ثقاتهم في هالأكاديمية وهالأبطال تكسرت بالنسبة لي انا كمشاهد تكسرت اذا الكاتب كان قصدا يكسر السمعة هادي سواء عندنا يا المشاهدين او عند الناس عشان يويريك كيف بيبنونها كيف يدفعون عنها فهو نجح تلاعب فيني دواميا يا رجل تلاعب فيني دواميا فهين المهم طلع عراب وزادت تطييم بلا شلحة 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 قام ياخذهم دابي والكل والمايسر قاموا يختفون فجأة ادخل صاحبهم اواما اخيرا طلع شي من سره وسرك ما طلع في بير اخيرا طلع شي خرب بيتك انتوا سرك طلق الليزر والله انك بالنسبة لي فاللحظة اطلق من المايت يا رجل تدخلك فاللحظة انا ولعت اخيرا ما علي منك مو مشكلة بس قاعد يدخل كانت لحظة يأس و بؤس لما اطلق الليزر وصاب مايسر على فمه او قيب من وجهه طلع كم كمالله تفل الكرتين فانقفزوا لاخذها قداروا ياخذون كرة تكريمه لكن صاحب العضاء مصاب فما قدر يتلاحق كرة باكوغو وميدوريا طاح ما قدر يلاحق كرة باكوغو ولا تدركي قدر يصبح مثل هذا تدركي يسحب كرة وكرتين عجز صاحب العضاء وباكوغو هم يسوون لها شي فخذها دابي وانفكت على شكل باكوغو يعني شوفوه قاعد اخذ خويكم هز الثقة زيادة شوفها خويك قاعد اخذها عش المعاناة فمدوريا بيروح وباكوغو يقول لها ديكو لا تيجي يعني باكوغو أول ما شوف يعني ما قال لا تساعدني ما ينفضيلك ما محتاجك أنا زي ما هو كان يقول اول لا قال لها ديكو لا تيجي هذا شي قتني زيادة الكاتب قاعد يتلعب في عصابنا بشكل خيالي ومجنون ما ديش قاعدة تلفت نواستانة مع الحلقة يقول لها لا تساعدني لا تيجي أنا هنا قتلني ديكو قتلني لما قال لها كذا قاعد يقول لا لا واحد يتدخل وقاعد يأخذ بالبطيئ وانا أقول واحد يتدخل واحد يسوي شي واحد اي احد اي احد لو ذبانه يا وجل اي شي اي احد يتدخل يعني اول ما اشفق على باكوغو واحد يتدخل يخب بيتكم حد يعمل حاجة يا جماعة حد يعمل حاجة ما في فايدة عشر دقيقة على الحادث ويقول لكم ميدوريا ان في هذه المعركة كان هناك اربعون طالبا في مخيم التدريب اما نتائج الخسار فهي كالتالي خمسة عشر طالبا اصيبوا بالغاز الذي اصدره ماسترد وذهبوا في غيبوبة ان شاء الله يفقون منها وايضا لدينا احد عشر مصابا من الطلاب بعضهم اصابات خفيفة وبعضهم اندكوا دكوا فبعضهم مغمن عليه وبعضهم لا ولدينا ثلاثة عشر طالبا سليما وطالب واحد ومفقود يصبح العدد هنا ثلاثين وقف ميدوريا اربعين طالب راحوا كذا سلامات سلامات اربعين طالب خمسة عشر هدعش ثلاثة عشر واحد ومنهم الابطال اثنين مصابين من الابطال ما مسكنا من الاشرار الا ثلاثة مسكوا مصرد حق الغاز ومسكوا مون اللي هو السفاح ومسكوا اللي قتل ابو وام الطفل هذا اللي مسكوهم على وعسى يقدروا يطلعون منهم شيء واذا يجاي قتلون من اجل مبدأ ما تستفيدون منهم شيء هذا المصيبة نجي الحين لما ميدوريا صحة وشاف لك اللي حطت امه وهذا المصيبة ان امه جاتها من قبل وقالت لما لا ما اصطيع الاستحمان لما شيقراكي هاجر ميدوريا فأمه ش بتقوله الحين أمه يعني أم طالب بتشوه سمعة اليوئي قدامها طالب مبعرف يرد على أمه يعني أنا جاي هنا عشان حلم ومتحد الدنيا وقدت فرحان شون اقرأ واجه امي يعني شا قول لها يعني يوم جاتني اول مرة قاتل لما عاد استطيع يعني واجه تحس هاي مريضة ثلاث مرات انت كل مرة تطيعلي في المستشفى مطلتة شل حل وياك وانا الابطال حقينك هذا اللي تقول لأمه وانا الابطال حقينك اوه نفس عين قاعد يفكر وش يقول لأمه هنا مصيبة هنا مصيبة اللي قاعد يصير المدارية هنا مصيبة مو بعرف شو بيقول لأمه ولا أنا بعرف شو بيقول لأمه وما خلتنا ما نطور نفسنا ما نطور دفاعاتنا ما نطور قوتنا ما ننشأ ابطال افضل صوال ابطال تجاريين اغلب ابطاله وواحد منهم اذكر كان من الابطال لما تشوف كعب رجلة ولا تشوف اخر قفاة تشوف مكتوب انه بطل من شركة امريكية لكن صنع في الصين وجمعوه في كوريا واصبغوه في تايلاند يعني مو لا هناك حتى واضعة خلاص انا انهزت ثقتي فالابطال منتهين وقاعدين يشوفون 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 فاتكلم اللي هو هذا المايك وقال المصيبة مبهنة وهذه النقطة لمح عليها ابو خليل ابو خليل قال انا شفت واحد وشكيت انه الخاين من قبل اللي تدخله في الاكاديمية واللي هو البطولة اللي كانوا مسوينها التدريب وكان مفرد ما احد يقدر يدخل وشكه شونقدر يدخل شونقدر يدخل وانا ما ادلت الحين ليش يتلفت مخي محيوس مع هالحلقة شونقدر يدخل شونقدر يدخل شونقدر يدخل وما اعرفوا ليش قدر يدخل والحين تدريب سري ما يعرفون الا المعلميين كيف يعرفوا عننا الفيلان مما يعني فيه خائن المدير وقفهم قال ما نابغى نفكر هم منه الخائن انا اثق فيكم وما تتثقون فيني ولا ناثق فيكم تدون ليش لان في اوج الازمات البحث عن الخائن اكبر مدمر لأي منظمة في العالم اي دولة اي جهاز لو انه اقوى جهاز التخبارات اذا شكيت للحظة ان فيه خائن وبدال ان تركز على هدفك تدور على الخائن وتبدأ تشكك في اللي حولك خلاص نجح عدوك امش لان الغدار ما رده بيطيح امش الخائن ما رده بيطيح لكن يقول لك حرص ولا تخون في فرق لا تعطي سرك الا الامين واحرص من الترافق حرص ولا تخون هذا اللي مطلوب منكم تسوون اي هنا فأول ما اتجاه اتصال من مركز الشرطة ضحكت هذا اول ما اضحك في الحلقة لما اتجاه اتصال من مركز الشرطة حط نغمته عندك مكالمة عندك مكالمة يخبت نغمتك كسبت الموت طلع يرد على مكالمتها وقال اولا في واحد مشوه يشابه احد المجمين اللي موجودين في القضية شفناها يدخل عمارة يعني مجهولة ولما سألنا عنها شفنا فيها بار فمخفي بار غريب يعني كده يعني تقدروا قلهم بار حق شغل تجاري تسليك وعرق وهالكلام الفاضي ما اعطي نهوت يعني مكان حق ناس قاعد جاي بالعيد سوق سودا او ايا كان عطوا اي شكل احنا شرطة خاصة بالابطال الخارقين لكن المشوه هذا مشابه لمواصفات احد المجمين عشان كده بنوح نفتش البار هذا الخيط الاول الخيط الثاني نيوزو قالت له من الاتزاق جهاز استشعار وهذا كل شي اقدر اسويه وقالوا له هذا اكبر تطور انتي كان عندك القدرة على الانتاج والتخطيط لكن ما عندك القدرة على اتخاذ القرار في وقته فعلا لما يكون عندك القدرة على التخيل وهذه سوبر بور ولا سوبر مانتها وسوى عليها انيمي قصدي كوميكي غرين لانترين تبا قدرة التصور اللامحدودة فعلا سوبر بور عند الناس يعني لو لان انسان تصور نحن نقدر نطير وانسان تصور نحن نقدر نغوص ما شفنا الطيارة ولا الغواصة الكهرباء كل هذه خيالات فهذه عندك سوبر بور الخيالات اللي اعنا شفنا في العالم موقعي كان تاخذ وقت للانتاج هي عندها قدرة للانتاج في نفس اللحظة هذه سوبر بور كان عندها اهم سوبر بور ناقص القدرة على اتخاذ القرار في وقته انها تتخذ القرار في وقته ترى هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تسقط دول وتغير قرارات مصيرية ان يكون عندك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح بأسرع وقت وهذا اللي سويتها يوزو فقال لها أول مايت انت سويته شيء سوبر وقالت انا ما سوت لكم من الجهاز الاستشعار هذا اللي قدر تساعد في اخياري هذا الشيء مو حزن قال لها هذا اقوى شيء انت سويته ما نبي زيادة والطلاب اسمعوا هالشيء راحوا للميدوريا وقالوا لها خلنا تصرف ميدوريا الحين بين نارين ان انا ما قدرت حتى امسك الكورة علمايت كان يقول ان ما بكل الناس كان يقدر يكون متواجد عشان ينقذهم مما يعني علاقة ان انقذي كان يامهم انا ما قدرت امسك الكورة انا كنت ياما ما قدرت انقذها رجعت الحسر من جديد شككوا الابطال في قدرتهم تدش المصيبة ان احد يشككك في قدرتك ويشككك في اللي يتثق فيه يخرب بيتهم وش سوى والفلن هنا يخرب بيتهم انا شككوني في ميدوريا قالوا لا نقدر نسوي شيء نطلب منها تسوينا جهاز تشعر ونهاجر يعني نفس اللي صار في مواجهتهم لستين هنا ايدا قال لا ما ينفع ليش لانا اتعلم الدرس وذلك يقولون لا ينفع وميدوريا ضايع بين نارين وانا اقول لكم صراحة ما ينفع منطقيا وعقلانيا وقانونيا وهذا اللي صحيح المفضل تسوينا انه ما ينفع ثقوا في الابطال كيشن هز انا نفسي مبقادر اقول لكم ثقوا في الابطال ما ديش نارين ينفعون يوم عصب وقال بسوي وبسوي وبسوي يعني ها ارجع لي شوية من الثقة لكن ما ادري يعني حسها سهلة هادي انا لزقت على النوم وجهاز التشعر وذلك اللي قلنا المخبأ وقوموا نروح وذلك جايبين باكوغو قاعد يتفرجون عليه فحسها بكون مرات اطحنة على مكانكم اطحنة عليكم مجي تسوون هاتوا باكوغو طقهم ومش حتى لو ما قدرتوا تطقهم عن قط باكوغو بسهولة يعني احسها يعني احس والله الفيلان سووا مجهود المبارد انكم تسووا مجهود دبل عشان تكسسون اللي يسووه احسناني يتعبوا يعني يعني يتعبوا كثم منكم الفيلان في اللي يسووه الاشراء فمو حلوة انا هنا اطحت عليكم هاتوا بكوغو طق 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 يلا بمشي لا 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 هذا الشغل افلاب كوتون مو بشغل انيميشن حبيبي مثلما ذلك يتعبوا ودكوكم ومهزوكم عشان يوصلون اللي يبونا ابيكم تتعبون واذا ما تعبت ودكوهم صح عشان تاخذون اللي تابونا عشان انا استرجع ثقتي اخو ببيت الكاتب شون تلاعب فيني وفي عواطف اخو ببيتك كاتب خطيئ والله كاتب خطيئ خلاني احس ان الموضوع واقعي ويعيش فيه زي كذا صراحة نتظر الحلقة الجاية بفارغ الصبر وياسف اني طولت عليكم وفي النهاية اقول معنا سبحانك الله ومحمدك اشتد الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة